مرحبا برج الأسد سأسوي لكم القراءات الأسبوعية من تاريخ اليوم أعزائي هاي القراءة ستكون حق الشمسي الطالع والقمري دائما الشمسي أولى إلا إذا لم ينطبق عليك توجه نحو الطالع القمري زحل وغيره سنشوف القراءة بشكل عام ما هي الرسالة لك على جميع الأصعدة العاطفية القانونية العملية وحتى الصحي أول كانت Ace of Pentacles بداية جديدة بداية موفقة أحس أنه دائما البدايات الجديدة ممكن تكون عرض من شخص ولكن هذا هدف معين أنت رح تنجح في تحقيقه بنفسك في الفترة القادمة Goal Goal يكون دقيق رح تحقيق الهدف بنفسك ما هو الهدف أن تحصل على النجمة ما أعرف ليش الزاهد هنا أحسه يبحث عن الراحة في الحياة أكثر من الأبراج الثانية اللي يبحثون عن شريك أو عن شيء معين عشان يكونوا سعيدين معه في الفترة القادمة يا برج الأسد أنت تبحث داخل نفسك عن مصدر سعادتك الداخلية شنو اللي يسعدك هل هي فعلا الأموال هل هي الأبناء الشريك الزوج رح تدرك أن كل هاي الأمور دائما تتعرض إلى التغير مو ثابتة تمر بمراحل تسعد وتنزل تبطرب ثم تفد أنت رح تبحث عن السعادة الداخلية في الفترة القادمة وأيضا على الصعيد المالي المهني في التجارة رح أيضا تحقق الهدف أنت رح تظهر للأبراج الثانية في الفترة القادمة أنه ممكن جدا الإنسان يكون روحاني وعنده علاقة قريبة بربه ولكن في نفس الوقت يكون ماديا واعي ويحقق أهدافه ويحصل على الرخاء رح تجمع بين الأثنين يا برج الأثنين عندنا فارس الأغصان لن تنسى المتعة في نفس الوقت يعني التوازن جميل عندك ينتظرك في المرحلة القادمة كأنما أنت مثال يحتذا به الأبراج الثانية في الفترة القادمة لأنه محافظ على التوازن في جميع الأصعدة تعرف متى يحين وقت المتعة أوكي تعرف أن تكون مرح في نفس الوقت تعرف تكون جاد تتواصل مع ربك وعندك ثقة بربك تعرف ستصل إلى مرحلة المعرفة وتجمع بين المعرفة دائما كارت العالمة يتحدث عن الخزينة للعلم حافظة الأسرار كارت برج الحوت ولكن مصر دائما تتحدث وتعبر عن هذه الأسرار والمعرفة اللي عندها ولكن أنت رح تجمع بين الأثنين بين المعرفة الداخلية رح تحقق توازن وبين الحياة العملية اللي فيها مهام اللي فيها مسؤوليات اللي فيها الحين لازم أروح العمل وبعدين أرجع أطبخ كذا وأنظف كذا وبين أنا أطمح وأريد أشياء أفضل سأحققها ما رح أنساها ما رح أتنازل عنها رح يبرز شغفك وقوتك الحقيقية اللي هي في طبيعة برجك يا أسد في الفترة القادمة هل من نصائح بخصوص هاي الموضوع ستة الأكواب الماضي أو الذكريات اللي رح تختارها في الفترة القادمة دائما كل إنسان عنده ذكريات معلمة سلبية وذكريات إيجابية أنت ستختار النجمة ستختار ستة الأكواب ستختار أنت تتذكر بغض النظر عن الظروف اللي تمر فيها في الفترة القادمة رح تختار الذكريات الجميلة المرحلة اللي كنت تملك فيها الأمل تتذكر أن أنت بالأمل يوم من الأيام بدون ما تمتلك أي شيء ثابت أو أي جواب واضح للأسئلة اللي يسئلونها الكبار ولكن قدر تتحقق لنفسك رح كأنما تعيد صياغة الماضي بأسلوب جديد تردد عيدها النجاحات القديمة رح تحاول أن تعيد أن تكررها احتمال أيضا على الجانب العملي أن ترجح إلى مجال كان يسعدك أكثر الجانب الحالي أشوف أنه ماديا يعطيك أكثر ولكن ستحاول الانتقال إلى الشيء اللي كان المادة فيه أقل ولكن سعادته أكبر ممكن يكون تواجدك في محيط البيت ممكن يكون مظيفة ثانية ممكن يكون أي شيء عندنا كرت العالم The World كرت العالم يعني لي أن يا برج الأسد في الفترة القادمة أغلب الأبراج رح يكونون في بحث دائما نقارنك بباقي الأبراج لأن أنت فعلا كأنك على مستوى ثاني من الناضج الروحاني عن الأبراج اللي قريت لهم في السابق أنت أتممت المرحلة بنجاح مرحلة البحث أنت أول الواصلين لين للمرحلة الجديدة المرحلة اللي تحافظ فيها على توازنك المادي والدخل الأحلام احتمال أنك رح تستلم مبلغ مالي أيضا كبير بسبب نهاية خدمتك في قطاع معين مع أشخاص معين مقافأة يعني مقافأة نهاية خدمة وتكون مستعد أن الجانب اللي كنت دائما تجد فيه نفسك أسعد مساعدة الآخرين احتمال مجال التدريب مجال التطوير تسويق مجال في إبداع أكثر عندنا سبعة السيوف وجودها تحت فارس الأغصان يعني برج الأسد كن ذكي بأن تظهر نعمتك للآخرين وسعادتك ما أدري ليش أحس أن في ناس ما راح يكونون سعداء أن يشوفونك تستنتع بحياتك كأن تقولون لك أن أنت لا تستحق أن تكون بهذا المستوى من السعادة لأن 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 عندهم نستطويلة من الأسباب أنت في الفترة القادمة راح تكون متاعك خفيفة فارس الأغصان عفوي سعيد مستعد للمغامرة في أشخاص سيحاولون أن يقولون لك لا خطأ يخوفونك طاقة السيوف طاقة العقل يخوفونك وعندهم أسباب ولكن ما الذي ينتظرنا من برج الأسد منتظرنا ستة الأغصان أنت عندك طاقة تحدي مع هذلين الناس الناس اللي دائما كانوا يعتبرونك فشلت في مجال معين لم تحصل على الشخص اللي في بالك أوكي خسرت كانت عندك خسارة نعم في السابق ولكن خسارة أنت خلاص مريت بمرحلة البحث عن الذات والبحث عن النجمة البحث عن الخلاص وصلت أيضا إلى الخلاص أنت على مشارف الوصول ترى لا تنسى عندك الفارس فارس السريع صاحب التغيير أوكي صاحب في بالك هذا الشي في الفترة القادمة أن الانسحاب طيب تدري ليش بعد أسمعلك هاي الكلمة لأن الأشخاص المحيطين اللي من الماضي هني حاولون إن دائما نرجعونك إلى المرحلة اللي برج الأسد كان موجود معاهم في نفس المكان ويحتاج لنصحهم يحتاج لتوجيههم يبوني رجعونك نفس المكان ولكن أنت كن أذكى منهم وستكون أرهني أن أنت رح تكون أذكى منهم رح أول شي تخب نيتك تخب نجاحاتك ورح تنسحب انسحابتك ترى دائما سبع السيوف مو شرط تعني الخيانة أو السرقة بشكل واضح تعني أن نحن نخب الأشياء الجميلة تحت الرداء عن الأشخاص اللي ما يفهمونا ما يفهموا رحلتنا حتى لو كانت نيتهم طيبة وهم ما يفهمون دوافعنا ليش الأسباب ما نقدر نضيع وقتنا وطاقتنا نفسر لهم ليش إحنا نربي نروح المكان اليديد ليش نبي نتوقع البداية الجديدة ليش نحتاجها في حاجة نحتاج إحنا خلاص ختمنا مرحلة معينة بنجاح انتهينا تعلمنا الدرس حان الوقت للبداية الجديدة وإن كان بعيدا عن الأشخاص اللي من الماضي مقابل ستة الأكواب كرتة ذكريات عندنا ستة الأخصان ما أشوف أي أحد مستعد أكثر منك لبرج الأسد لأن يواجه ويلتهم الجديد الاهتمام اللي ستحصل عليه النجاح السريع ستجد نفسك في مكان جديد في مجال أنت جدا تستمتع فيه لطالما أحببت احتمال لخص في أنك دائما تتعامل مع الناس في المبيعات في المعارض في جانب دائما تسلط فيه الأضواء عليك تحتك فيه بالأشخاص تعرض بضاعتك على الناس رح تتوج في هذا المجال بعيدا عن الأشخاص اللي ما يفهمونك رح تلاقي على الجانب الثاني أشخاص كأنما هم قبيلة مخلوقين من أجلك أنت لأنه يفهمونك ودائما عندهم نفس المبادئ نفس التوجه رح تلاقي لك جمهور يناصبك على الجانب الآخر أوكي تلت الأسف رح أشوف إذا فيه أي رسالة ثانية نتوقعها لك أشوف الجانب اللي قريته الحين أخص الجانب العملي أكثر في احتمال الرسالة القادمة تكون عن الجانب الصحي أو القانوني أو العظيم عندنا ثلاثة الأكواب الاحتفال أوكي خرجنا أشوف أنك رح تحتفل مع أشخاص الأشخاص هابنين تساعدوك أن تخرج من مصيبة من مأزق أوكي وبعده عندنا أوكي ستنفرد بواحد من هذلين الأشخاص احتمال أكثر من الشخص رح يساعدك في المستقبل من زين ممكن يكون شي بسيط مثل التقديم على وظيفة الحصول على التخصص اللي ترغب فيه في الجامعة حادث سيارة بسيط يساعدونك فيه أوكي وإضا تكرر عندك كرت الزاهد مثل ما قلت لك من بين كل هالأشخاص كذا شخص رح يساعدك في المستقبل لتخطي عقبه ما العقبه هذي كأنما الله وضعها في دربك ومو عشان أنت وضعك العادي ما تستطيع ما تدل الطريق لها اشلون تتخطاها لا الغرض من هاي العتبة إن هذلين الأشخاص يدخلون حياتك رح يدخلون في المستقبل أو احتمالهم موجودين حاليا اللي ساعدوك من بين هالأشخاص أنت ستقع عيناك على شخص يعجبك يدخل في بالك رح يدخل في بالك شخص رح تختاره مو أهو اللي رح يختارك مو معنات إنه ما رح يرغب فيك لأ انت اللي هني في هذا الوضع ما بين كذا شخص عندك اليد العليا وكأنما عندما تختاره هني أشوف كأنما تتوجه انت بيدك كل الخيارات وتختار الشخص اللي رح يكون لك شريك ترى اهني اختيارك اللي يعني إنه انت اللي رح تتوجه انت اللي رح تعطي هذا الامتياز كأنما هذين الأشخاص كلهم يريدون أن يكونون تحت أعتابك على بابك أوكي يبون يكونون معاك في حياتك يا برج الأسد ولكن أشوف أنه ستقع عيناك على شخص واحد منهم ولكن لسبب لا تنسى أنك مثل ما قلت لك متواصل جداً مع ذاتك في الفترة القادمة ومع ربك فعندك الكثير من الروحانية وإن كان ظاهر الموضوع اختيار رومانسي ولكن وراءه انت حسيت بارتباط روحي انت حسيت أن في سبب كبير لهذا الشخص يدخل حياتك وأيضاً تحس أن هذا الشخص أوكي رح يساعدك في رحلتك الروحانية رح يضيف لك ما رح يأخذ منك من أجل ذلك أقول لك أنت اللي رح تختاره عندما ترى فيه شيء سيضيف لك أنت تحتاجه مفيد لك رح تختار المفيد لك ترى في الفترة القادمة وهذا اختيار جداً ذكي يجمع ما بين العاطفة والذكاء رح أسحب لك كرت أخير تبع النصيحة برح تختار المعاجز والنعم أنت في مرحلة الحصاد أنت في مرحلة وصلت فيها إلى مكان جميل مع ذاتك Everything has its gift وأن تدرك هذا الشيء تدرك أن كل شيء كل وضع أنت تكون فيه في الفترة القادمة هو بمثابة هدية أنت جدا متواصل مع نفسك وذاتك روحانيا في الفترة القادمة لدرجة أن ستدرك أن حتى العقبات التي تواجهها القلق البسيط الخوف على أنك وصلت وستوصل إلى الكثير دائما رح تحتاج إلى أشخاص يساعدونك ستدرك أن وراء هذا الشيء السبب ليس حاجتك لهم ولكن في سبب أسمى في سبب عميق نحن لا ندري فيه ولكن أنت ستكون واثق في أسباب نحن لا نرى مثل الزاهد الذي يبحث عن النجمة في وسط الظلام عنده إيمان عنده اعتقاد أنه سيجد النجمة عندك إيمان أنه أنت مو محتاج للآخرين ولكن الآخرين تضطر بشكل ما أنت تعامل معهم ادخلون حياتك من أجل سبب أنت جدا واعي وبسبب ذلك ستكون مستعد ستكون تحصد مو مستعد ستكون في مرحلة حصاد لكل الأشياء الجميلة كل الأشخاص اللي ممكن يساعدونك على أن تصل إلى أفضل وأفضل ستكون تحصد هاي الأشخاص وتحصد حتى الفرص في الفترة القادمة أشوفك أن تحصد الفرص مو شخص متواكل أو شخص جالس في مكانه ينتظر أن الفرص تأتي إليها جدا ذكاء منك يا برج الأسد